اشتركوا في القناة الكبير والقوي القادر على احتلال مكان مؤثرة في عالم تتحدد معالمه من خلال ما يجري حاليا بعيدا عن التجزئ والاضعاف المتبذلة نداء حزب الشمعة جاء من خلال بلاغ للمكتب السياسي حيث اشهد فيها بنبيل مونيب الامين العام الممنوع من دخول البرلمان مطالبا برفع حالة الطوارئ الصحية بالغاء القانون رقم اثنان عشرين مئتين واثنين وتسعين بطاريخ الثالث والعشرين مارس الفين وعشرين وبالغاء اجراء فرض جواز التلقيح وانتقد الحزب لارتفاع الصاروخية لاسعار المحروقات ومشتقتها والمواد الغذائية الاساسية مطالبا بالتراجع الفورية عنها واتخاذ اجراءات عاجلة لحماية الامن الطاقية والغذائية كما رفض الحزب التصريحات غير المسؤولة لوزير العدل وقرار الحكومة بتقنين منع الجمعيات من رفع الشكاوي قضائية ضد المنتخبين والمسؤولين المرتكبين لجرائم الاموال ويعتبرها دليلا صريحا لاستمرار النزوح الرسمية لحماية القانونية للفساد والمفسدين وتكريسا لربط السلة بالمهلة ويرفض التعديل المقترح بهذا الشأن في مشروع القانون الجنائية نشكركم على حسن المتابعة إلى اللقاء